المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في هذه الحلقة التي نعلق فيها على ما قالته المغنية شيرين ما تشربش من نيلها ليجيلك بالهارسيا هنا وجدنا بقى الدنيا كلها هاجتوا ما هاجتوا ازاي شيرين تقول هذا ونقابت الموسيقين تقف عن الغناء مش عارف مين يا ستانكر مين يعمل كذا شيرين تعتذر فانا قلت هو في ايه يا شيرين قلت ايه هل ضبطوا شيرين ولا مؤاخزة في شقة مجبوهة لك لا طيب شيرين يعني كتسكرانة قبل كده لما طلقت الشرين عملا ده وكتسكرانة ولا عدو بالله وقفوا عشان كذا لك لا عشان بتلبس لبس خليع واللي تقدب لك لا سرعت حد لا طيب بتاخد تقول اسم حد لا طيب بتقول كلام ايه اللي يتقدب انهم في جلستهم الفنانين والفنات دول اصلا ما عندهمش اي حياء خاص قالك لا ما قالك صدقت يعني جريمة شريء شيرين في هذه الحالة انها صدقت وهي الكذوبة قالت كلمة صدق فكل العقوبة ازاي تقولي كلمة صدق تخالي تسعين مليون مصري يعلمون ان مياه النيل بتجيب بالهارسة ويعلمون حتى واحد كتب على الفيس بوك قال لها انت كذب عشرين ليه؟ لانه هي بتجيبش بالهارسة بتجيب فشل كله وسرطان وصمه بلو سمي بس فاذا العسكر ماذا يفعلون هم اللي جابونا بالهارسة وهم اللي لووسوا مية النيل وهم اللي حاكمين البال ستين سنة وحتى الماء الملوسة راحوا ما اتفقوا مع السوبية السيسي علاقات عمية النيل اتفاقات اللي بيعملها مش ده كله حكم العسكر اللي حكم مين ده هم ازاي بقى انت تقول ان هي ازاي تقول الحقيقة انت عارف واحدة رقاصة وليس عارف انها رقاصة هتكي تقول لها يا رقاصة تقول لك عيبة بتجتمني ليه وتجي تلتش لك ياولي انت مش رقاصة فعلا تقول لك بس ما تقولش كده ازاي تقول كده الرئيس الشرع محمد مرسي ليه لك ازاي مصبحت رعب ليه لك ازاي تقول كده نحطك في السجن طيب شيرين بقى في تفسير ظاهرة شيرين التي تغني مشرفتش من نيلها وانه يعني بتقول للشعب المصري ايه او للشباب المصري او المواطن المصري انت مواطن ناكر للجميل ده مصر دي اللتي ايه رواتك مني لها تمام وفي الاخر انت زي ما اللي تنتمي اليها ما شربتش مني لها انا انت اشرب مني لها شربنا يا سيد شربنا لعدك عنا شربنا وجلنا السرطان والفشل الكلو وبالهارسيا وكل حاجة طيب لما هي شرين بتعمل كده وتطلح فيه على التلقاية تقول لك لا رحوا شربوا مية ايفان ما شعب بقى تريبا دي مغة فرنسية يا جماعة معلش ما كنتش بقى شرب مياه معدني حتى مية الحنفيات ولما تشوف المياه الحنفيات مية الشر معامل التكرير او محطات التكرير بتاعتها على مية النيل المأخذ مية النيل اها بقى كلام ميتة حمر ميتة حشرات زبالة وحنا لما كنا صحفيين يا ما صورنا الناس بتشرب مية طيب الناس بتشرب متدوه وده القاهرة مش حد تاني يعني داخل القاهرة طيب ما الموضوع كيف ان شرين بتطلح تغني الوطنية وتنزل تقول لك وعا تشرب منها اصلا ده كنت في الاولا دي كنت بكدب عليكم الامر يا سادة انه المغنيين والمغنيات المغنيات هن مجرد جواري في قصور الانظمة الحاكمة جواري اماء والمغنيين والموصلين مجرد عبيد يا عبد زيمت عبدو مشغله عندك كده لدرجة ان موسيقاري الاجيال محمد عبد الوهاب كان وزير الحربية في عهد جمال عبد النصر الشمس بدران يبعد تعالي عبد الوهاب يجي يقعد يلا حاضر يا باشي غني لي يلا فحابة وهاب يقعد يقلف وخاصة حلقة بإذنها ان شاء الله عن شمس بدران يقعدوا يقلفوا شعر وتلحيم ويغنوا مخصوص لوزير الحربية تغناش تاني كأنك انت جايب واحد بالسخرة تعال دليك له ولا تعال اغني له ولا تعال كده وكده مكتسوكة بتغني الملك يا مليكي ومش عارف ايه وجعب جمال عبد الناصر هي جارية في البلاط لا اكثر والاقالي وشرين جارية في البلاط لا اكثر والاقالي وغيرها وغيرهن يعني كلهن جواري في الانظمة الحاكمة فالذي يحدث انه الانظمة الحاكمة هذه زي نظام السعود كده مثلا السعود نظام معادي الاسلام فكي يسطر عداء الاسلام وكده يقعدوا لك ايه اننا هنتبع صبر مشهور ليه انه منفلت اخلاقيا وبتعال انتر عبده يهم ده انت اللي بتحارب الاسلام وصبر ده يعني يا اما مسلم كويس او يعني مسلم قول مرتكب معصية بس ما بيحاربش في الاسلام يعني مرتكب جرم شخصي او الحراف شخصي فلانه العسكر في مصر خوانا وهم عملاء الامريكا والنصارى واليهود وهم اصلا يكرهون مصر يعني العسكر كلهم بكرهوا مصر بدليل انه الزباط بتعاونوا مع الامريكان واليهود وكذا مخابل نبو رئيس الدولة والسيسي اصلا اتفق مع الامريكان كما قال كياتي رئيس للدولة فهم كي يصطروا خيانتهم يبدأوا بقى كان السحر يبدأوا يقولك الاسلام وحنا مش هنخلق المرة تقود الصارى اصدام الاسلام اصلم خالف للاسلام مش هنخلق مش عارف للايه عشان اصلم خالف للايه والكلام طبعا ان السحرنا باسلام ما ليس فيه فيأتي هؤلاء العسكر الخوانة الذين اصلا يقرهون مصر وضد مصر ويبدأوا يعملوا ايه ويبدأوا هما نفسهم بقى يقلفوا اغاني عن الوطنية ويبدأوا يشتموا الشعب انت منتاش وطني انت مشربتش ايه من لها ما تقولش ادتنا ايه مصر احنا ادتنا ايه مصر مش عارف يا ايه يعني كلها اغاني ازاي انت اجتمح بالشعب يعني هما الامراض التي فيهم يلسقونها بنا الامر الاخر شيرين كشخصية مستقرة او جارية في البلاط العسكر بتعمل ايه تعالي يا شيرين غني كاز حاضر يا باشا المخابرة تغني الكلمتين تاخد القرشية يعني شيرين تطلع تتغني مشربتش من ليلها والوطنية وبعد ما تخلص اغناها تعمل ايه شيرين تروح بقى كرسين حشيش ولا هيروين ولا بودرة تروح تشم فيهم ولا اتنايل تعالي عنها تذكر ولا تروح تشوف واحد صديقها ولا بتاع ولا اي حاجة بقى انتوا فهمين هادي بعد الليل تطلع المغنية من دول تغني بعد ما تخلص اغاني بقى يعني انا نفسي والله يصوروا المغنيات دول في فترة التحضير للاغنية وما بعد الاغنية يعني انا اقصد مش اقصد يعني قبلها بايام لا ربع ساعة من ما تخش في الاغنية وربع ساعة ده ما تخلص الاغنية تلاقي شرين اللي كان بتتكلم عن الادب والاخلاق في الاغنية والبتاع بعد الاغنية بتقول كلام الرجال يستحون من ذكره هم دول المغنيات والرقصات والممثلات وهذه الاشكال اذا عبارة شرين كاشفة وفاضحة لحكم العسكر ما قالته شرين مذكور في القرآن الكريم اي فئة جماعة يحدث لنا في الدنيا او اي تصريح تجدوا القرآن الكريم قد تحدث عنه ربنا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء في القرآن الكريم بقى في موقف شرين يقول ايه بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرة يعني كل انسان يعلم الحقيقة كل انسان هو يجدوا بيعلم الحقيقة يعني السيسوية هم بقولوا السيسي حل ومحمد مورس وحش عارفين انه هم كدبية السيسوية هم بقولوا الجيش ده هو الوطنية هو كده يعلمون ان الجيش خاين وانه عميل وانه بيجرى ورا مصالحه وكده وهم يجذبون اللي بقول لك اللي اخوانك هل يديه في مصرف ده يعلمون انهم يجذبون وانا شهادت في تعامل انا الشخصية انه شخصيات تطلع على الشاشات تتكلم كلام غلط تماما كله تضليل ولكن تتظاهر بالبساطة وتتظاهر بانه هي غبية يعني لما انا اشوفها كده من بعيد كصابر اقول يعني الرجل ده مش فاهم مش هو خباله سازج عنده نقص معلومات والله العزمز اقول لكم كده فلما اقابله وانقشه اكتشف انه هو خبيث مكر ولكنه يداري ويواري خيانته تحت سطار انه مش فاهم مش هو خباله ده الاعلان ضليله ده سمع الاشرين عبوهاب فهنا شرين عبوهاب بقى في اعلان ضليلها بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى مع ذيره لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يجيب كل واحد يوم ليه وربنا عرباء ده فعلا كان جاهل ولا كان منافق وكذاب وقفاق وخائن لذلك اي شخص يؤيد السيسي اعلم انه مرتكب لفاحشة فاحشة من الفواحش مرتكب لكبير ومن الكبائر ولكنه بيداري ذلك بمعنى واحد ولما اخزى مرتشي واحد حرامي واحد نصاه مش يجي يقولك ربادي السيسي عشان انا نصاه لا الشرين مش يجي تقولك والله اصلا انا بعد الكذا انا اصلا خامرجية وحشاشة وشمامة لا تديلك اصل السيسي اصل الوطن اصل البتاع وهكذا مش يجي مصطفى الفئي الرئيس مكتابة اسكندرية اللي كان قبل كده في البرنامان وكان في وزارة الخارجية وكان سكرتر بورك المعلومات مش يجي يقولك يا بادي السيسي اصلنا يا خامرجي وكنت شاكل سواء بتاعي في اسم الشرطة اللي وصلت الخبرة مني والعادو بالله لو بدي يقولك انه الوطن والحكمة والدولة المصرية والكلام المجعلة سكبية كنت يقرأ واحد الصبح شغال في امريكا شغال يجسس علينا بحث في الامور يعني بيدرس المسلمين لحساب الامريكا فكتب لي الانطولوجي لازمة الكلام المجعلة والله بتكلمنا عرب يعني راعي ان اللي بيقولك دول عرب يعني فما يعرفوش المصطلحات الصعبة دي يعني ايه معناها بالعرب لخلصة الليلة يعني وخد فهمت ذلك نقعة قلت عبلي كده ووذكر مهمونها انا كنت في عاد الرئيس مرسي كنت ذاهب الى سيناء في عمل اغطي اصور حاجات فكان سائق السيارة اللي بمودينا سيناء طول الطريق يشت في محمد مرسي في الرئيس مرسي في ذلك الوقت وانا طبعا كنت في مجلس الشعب والشراء يعني بغطي البرلمان وكده كمراسل بكونت اعرف كل الاحصائيات بطلع عليها والارقام والدنيه راحت فينه والدنيه غاكملينه وكده فكل ما يقول ان الوقت اقتصاد السيئ اقول له لا الوقت اقتصاد اتحسن بقدير ان البقاءات بتقول كذا وكذا المرتبات اقول له المرتبات بالنسبة كذا الاسعار اقول له لا الاسعار مش هفصل كده وهكده اربع ساعات يا مؤمن اربع ساعات في الاخر قام ماسك علبة السجائر اللي في بابا العربية وقال لي شيف دي قال لي محمد مرسي يا خلازي غزة قال لي ملاء غزة قال لي هيمنع السجائر قال لي انت ضد محمد مرسي لانه هيمنع السجائر قال لي اه ادي فانا طبعا عملي ده زي زي واحد جاب شكوش وضربني في الدماغي ده طالع ما بيعرضش محمد مرسي لانه محمد مرسي مثلا مش ناجح في السياسة او كذا لا بيعرضه عشان خطر لي ايه السجائر فانا روحت رقبت هذا الشخص انا انا كصابر ما برقبش حد فعلا حققا يعني اني مش من حق تلصت على حد ولا تجست على حد ولا هبشغل بالعاده وكذا فكنا يوم جمعة فنزلنا انا بقى تعمدت ان انا تابع حالها والله ما صلت جمعة نفسها مش هقولك ما بصليش بقى السلوات لا ولا الجمعة يعني يومها كانت جمعة ما صلتش طبعا ما كنتش بسلح على طول فطبعا انا بدأت اراقب في المدخنين كلمكم بصراحة فوجدت المدخنين في قسم بقيد الرئيس مرسي وقسم ضد الرئيس مرسي فحبيت اعرف طب ليه فيه مناس متدخن وبتقدر الرئيس مرسي ناس متدخن ضد الرئيس مرسي فاللي وجدته او او يعني ده الانطباع اللي خرج عندي انه اللذين يتمنون انهم يتوقفوا ان يتوقفوا عن التدخين يؤيدون الرئيس مرسي يعني واحد محتكب معاصي ولكن يقول ربنا يتوب علي يا رب امتى تساعدني ان انا اتوب فده يؤيد الرئيس مرسي اما ذلك الذي لا ينوي التوبة اريد ان يشرب سجاير ويشرب كذا وهو يعني يريد ان يظل في المعاصي فده يعرض الرئيس مرسي ده لي زيك شيرين والاشكال ده كلها معارضة للرئيس مرسي فطبعا مقولك شيرين هي بتلخص الوضع في مصر لما تنظر لمصر قارن بين الشعب المصري وبين الاسرائيليين اسرائيلي عاد سكانها كام 7 مليون مصر 90 مليون شعب المصر ما تيجي بقى منه هارسيا دي لما تيجي بقى الشعب مصر حوش منه 20 مليون فيروسي وفق الاحصات الجيش او 18 مليون هم قالوا 20 مليون من الشعب عندهم فيروسي في المقطاع ربعات كفتة اللي هو بتاع الجيش فاقول 18 مليون عندهم فيروسي مليون عندهم سرطاء مليون عندهم فشل كلو 10 مليون او 15 مليون غير متعلمين تلت السكان عندهم الضغط والسكر الناس العاطلة عن العمل كام مش عارف 10 مليون عنس ومش متجوزين فوق سن 35 سنة تمام؟ اللي عندهم بقى اصابات وعهات وامراض يعني في الاخر لو انت جيت تطلع عدد بعد ما تشل المرضى وكده والامية والجهل والفقر وكده والعاطلين عن العمل لو جيت تطلع عدد المواطنين الاصحاء صحته بكويسة وسلام وتعلمهم جاي بتعلمهم جاي الدول يعني بقولوا اخداموا اهلات جمعية زحالاتي وفي الاخر اكتشفت ان انا مش متعلق تخيلوا؟ يعني احنا علمونا ان احنا نكون موظفين ازاي تكتب الخبر ازاي تعمل كده؟ وفي ذلك انا كنت بس مع بالامس لقاء للرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بريس مع مذيع فيه قناة فضائية المذيع في القناة الفضائية والله بسأله سؤال عدد لان المذيع جاهل حمار ما رايش عنه خالص هو رايح؟ ما رايح في عمية السلام؟ ماذا قلت عندما قابلت السيسي؟ ماذا قلت عندما فعلت كذا؟ هو المذيع مش عارف ايه علاقة دول بدول بدقة ايه خالص يعني ما كلفش نفسه هو قبل اللقاء كان في مطعم بيقول له حاجة هو هيروح يديرك كلمتين على الهواء وبعد اللقاء راح يتلاقيه يعده في قهوة بقى يشرب له شيشة ولا بتاعه ولا ايه ولا كلف نفسه ولا كتاب ولا كتابين ولا ايه حاجة فالتعليم في الاخر التعليم حتى الجامعي هو مجرد تعليم لتخريج موظفين فانت لما تيجى حتى الاصحاء واللي عندهم عمل ومتزوجين وتعليمهم جامعي في الاخر ما تعرفش تطلع في مصر سبع مليون ما تعرفش ومعندهمش امراض لا ضغط ولا سكر ولا فشل كلا وناس اصحيحة يعني والله ما تعرف تطلع سبع مليون فتجد ان السبع مليون الاسرائيلي بقى اصحاء سلام كذا متعلمين بقى متعلمين ايه لا يعني كامل انا بقولوا ده هم عارفين قدوا اكتر من كذا ليه لان هما بيدرسونهم في المدارس وفي الجامعات وفي المكتبات وفي الابلام الوضايقية كذا وكذا اصحاء حالاتنا انا جايين نكتشف ان المخابرات الامريكية دبرت بقلاب 52 جايين نكتشف ان السيسي من حرط اليهود جايين هم عارفين احنا عارفنا من قصيرين ان جاء العنصر كان يحب واحدة يهودي هم عارفين ان هنكوناش نعرف ليه لان احنا لا نقرأ هم يقرؤوا ولذلك عمينا حازم والثورات ده قدت اليه الوعي ولذلك الامريكان طلعوا كم يكلفوا عملاءهم ان يطلعوا كم كبير من المنصات الاعلامية ليه لنشر الجهل المرة الاخرى ولذلك الهجوم والله مش على شخصي الهجوم على سواء انا وغيري من من يعملونا في الوعي هجوم شرس عننا ليه لان هم مش عاوزين ان احنا ننشر الوعي خالص عاوزين نخلي الشعوب الاسلامية تظل جاهلة وانتعرفش حاجة ازاي انتم بيتوا بتنفهموا في حاجة بداروا في ايه ارجو مشاهدين ان تكون السورة قد وضحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 اشترك continue